هذا التعليم أحبائي مش مجرد بس تعليم مسيحي فالشيء مفهوم في كل العادات الشرقية القديمة وفي العادات القديمة أنه لازم يكون في دم لازم يكون في ذبيحة بتكفر حتى تصالح حتى تقرب حتى يكون في سلام وحتى فعلا أنه تحل البركة والهدنة حتى يعني اكتشفوا مخطوطات قديمة 3500 سنة قبل الميلاد مخطوطات من أيام الفنقيين اللي كان في بعض الذبائح البشرية تقدم حتى ترضي الآلهة وطبعا بعقيدتهم أنه كان بآمنوا في الخصوبة يعني حتى يعني بتكرس ولد لكن مقابل أنه بيكون فيه أولاد كثيرون خصوبة وإنتاج أطفال كثيرون كنوع من البركة حتى اكتشفوا مخطوطات في شمال أفريقيا من أيام قرطاجة في نورث أفريكا في شمال أفريقيا بتمارس كانت نفس العداد العداد الوثنية القديمة كانت بتمارس طبعا أنه فداء شيء من أجل شيء آخر حتى الكتاب القدس يتكلم عن عبادات قديمة وثنية اللي كانوا بقدموا فيها ذبائح للإله مولوك في أرض كنعان وهذه الذبائح البشرية حتى ترضي الآلهة فكان يقدموا أفضل الأطفال طبعا هذه العبادة كانت مرفوضة رفضا باثا من الله ومن طبعا الشعب الإسرائيلي في العهد القديم